رسال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم جبت لكم تحلية جديدة للصهرات عمضان هي تحلية جديدة في القناة المتاعي أصلا حطيتها في فيسبوك في الجروب وطلبوا مني بإمكاني الترجمها بالعربية بثاف ما فهموش الفرنسية واللاجاتهم صحيبة إذا ما عليها إلا لبيت الطلب ومع ولاة مع رمضان أني كاتبت لكم مقادر بكل بالعربية والفرنسية سهلة ماهلا هذه البسبوسة هذه لازمنا غير زجعة دمات نحن نغفرين بطلسية جديدة وعندي الجو تشينة المحبب لطلسية القارس أصدرت الجو تشينة واللوب منتحها لقد تماما معي مع الجو هذا هو اللوب منتحه لنضع منه قليلا في العجينة بسبوسة نبدأ على بركة الله في الخلاط لا يوجد خلاط تخلط بالفوية هي أحسن في الخلاط لكي كل العناصر يتجنسوا مع بعضهم يعني نضع كل شيء عندنا زوج بيضات ونزيد الكريمة الثقيلة يعني الكريمة والقشطة كما يقولون يجب أن تكون 35% الماتير الثقيلة لا تخلطوا باللزوج وهذا يجب أن تكون تستطيع أن تضع الفرمج بلون أو تضع الماسكاربون ثم نضع السكر ثم نضع السكر ثم نضع السكر ثم نضع النواش في الملح والخميرة الكيميائية سهل ماهل خلطوا كل شيء في الخلاط الثقيلة الثقيلة ثم نضع 250 مليلتر نضع الزيت لا تنسوا ثم نضع 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 هناك eighthط own i mind phase ثم لا طعب ثم نضع 45 ثم نضع فهو لغير القارس لا تدري الصورة و لا تنسى صورة و لا يجب أن تدري الصورة و لا تستطيع أن تدري الصورة و لا تنسى الصورة و لا تضيع الصورة في الصورة سوف نضيف الصورة مؤسسة قبل الصورة قمت بالزبدة و تقدمها قليلا و سخنة الفرن لـ 180 درجة وضع الطيب الطيب المسكوطة يعني الجنواز تدخل فيها الموس و تجدها شايحة نص ليلة نص ليلة قارس برتوقال معه زوج مغارف سكر زوج مغارف انتشا و زوج مغارف فارينا و تضعه فوق النار تدوري حتى نعقد كامل و تضعه لطيب و نجدها لطيب و تضعه لطيب المقادر و نعطيه في النار و نجد البسبوسة لا يزمان البسبوسة لا يزمان طيب الكريمة و نجد الكريمة نجد البسبوسة من الفور نجدها تركح مدى خمسة عشر دقائق لكي نضموها لكم في الساعة نضموها فوق الطبس التقديم نقعها بالبيك لكي نضمن ان كل بلايس يصل لهم السيرو السيرو انا مجدته من قبل في الفرجدار من تحضيرات رمضان طبعا سيرو لما تعرفكم نخلي لها الرابط تحت الفيديو الذي مداره فيه السيرو ها هو مدارته في قراءة عزجاج نضموها في الفرجدار كل ما نحتاج نجبد طبعا بسبوسة سخونة السيرو بارد بدرجة حرارة الغرفة لان نجبدته من قبل هذه كل تنظيمات من بعد انتية شاطرت براسك كفهة تحضري سقيتها نهار و سنتها شربت و سقيتها نهار الثاني لكي نضمن انها تسقات بيان و نضعها في جهة و نخليها تبرد ننسي نقص البلايس و نضع الكريمة 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 دافية ليس سخونة و ليس باردة لان لو كانت باردة ستبس لنضعها في فوق البسبوسة و نضع الكريمة و نضع الكريمة و نضع الكريمة كما تعرفين كما تعرفين السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر